انتاج الصين من الحديد والصلب يسجل مستويات قياسية الشهر الماضي حيث شجع ارتفاع الأسعار وأرباح المصانع التي أغلقت أو علقت ناشاطها على استئناف الانتاج وذلك رغم الضغوط التي تتعرض لها بكين لكبح الانتاج وتخف تخمة المعروض العالمي الناطق باسم وزارة التجارة الصيني قال الانتاج الصيني في مجال الحديد والصلب يهدف إلى تلبية الطلب المحلي إننا لن ندعم قطع صناعة الصلب لتشجيع الصادرات وقد قمنا برفع الضرائب على تصدير بعض المنتجات تأتي البيانة في وقت فشلت فيه الدول المنتجة للصلب في الاتفاق على إجراءات لمعالجة أزمة بالقطاع في ظل تباين وجهات النظر بخصوص أسباب الطاقة الانتاجية الفائضة وخلص اجتماع للوزراء ومسؤولي التجارة لأكثر من 30 دولة استضافته بلجيكا ومنظمة التعاون الاقتصاد والتنمية إلى ضرورة التعامل مع فائض الطاقة على نحو سريع وهيكلي